رفضت الصين سوء استخدام الولايات المتحدة للمادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لفرض رسوم جمركية متزايدة على بعض السلع الصينية وفي بيان لها صدر يوم الجمعة انتقدت وزارة التجارة الصينية التعريفات الأمريكية باعتبارها أحدية الجانب وحماية وأشارت الوزارة إلى أن منظمة التجارة العالمية اعتبرت تعريفات المادة 301 الأمريكية انتهاكا لقواعد هيئة التجارة العالمية وتأتي هذه التصريحات كرد فعل على قرار إدارة بايدن بفرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية بما في ذلك السيارات الكهربائية والصلب هذا وعرضت بعض الصناعات الأمريكية فرض تعريفات إضافية أو طلبت إعفاءات كما حذرت من الطرابات في سلاسل التوريد العالمية بسبب التعريفات الجمركية